التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي الشيخ عبد الرحمن جلال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي شيخ مشايخ قبائل الصبيحة بمحافظة لحجة واثن الزبيدي على جهود الشيخ عبد الرحمن الجلال وقبائل الصبيحة في مختلف المنعطفات التي مرت بها الثورة الجنوبية التحرية كما اشهد الزبيدي بالحرص الكبير الذي اولى ابناء الصبيحة لوحدة الصف الجنوبي ومشاركتهم الفاعلة في اللقاء التشاوري وانجاح الحوار الوطني الجنوبي